رأس معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أعمال الجلسة السادسة عشرة للمجلس في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس وبدأت الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة قبل أن يتم اختار المجلس برسائل الواردة بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة لسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 وعد التقارير معدة من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحسابات احتياط الأجيال القادمة من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية نقش مجلس الشورى في أعمال الجلسة السادسة عشر للمجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وذلك بحضور سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية ويهدف المرسوم بقانون إلى ضمان المساواة بين الجنسين في العمل بالقطاع الأهلي فيما يحضر المرسوم بقانون التمييز في الأجور بين العمال والعاملات في العمل ذي القيمة المتساوية وقد تم إلقاء بعض النصوص التي تبرر الفجوة بين الجنسين مما يسهم في تحقيق رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 في تعزيز بيئة الأعمال وتسهيل ممارستها وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون صدرت موافقة اليوم بعد المناقشة أعضاء المجلس على إلقاء المادتين المتعلقين طبعا في تفويض وزير العمل بتحديد تشغيل المرأة ليلا هذا التعديل صراحة الذي وجد في هذا المرسوم بقانون بجانب المساواة في الأجور جاء فعلا مجسد لمسألة التوازن ما بين الجنسين وأيضا وضع المرأة في مبدأ التنافسية التي تشغلها خاصة في مجال العمل في القطاع الخاص كون أن العلاقة تبدأ وتنشأ أساسا كعلاقة رضائية ما بين صاحب العمل وكذلك العامل بالتالي المرأة لن تجبر على أداء عمل هي لم تقبل شروطها أو نظام عملها كساعات محددة وفق القانون وإن وجدت في حالات ونظمت مثل هذه المواعيد فيتضل هذه في رقابة طبعا وإشراف من تحت وزارة العمل بالإضافة إلى حق المرأة للجوء إلى القضاء كانتصاف في حالة مخالفة صاحب العمل لأي من الأحكام المقررة وبحث المجلس تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي في هذا المرسوم تم نقل تبعية الحضانات التي كانت تتبع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم وجاء هذا النقل بناء على تنفيذ استراتيجية التعليم وكذلك لتنفيذ الاقتراحات والتعديلات التي أشارت لها الدراسة الخاصة بتطوير التعليم المبكر للطفل ويهدف المرسوم بقانون إلى زيادة المشاركة في التعليم المبكر من خلال تمكين السياسات والتنظيم والاستثمار وتفعيل قرار المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بالتوصية بنقل مسؤولية رقابة الحضانات من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى وزارة التربية والتعليم وقد قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون وتم أخذ الرأي النهائي بشأنه في الجلسة ذاتها اهتمام مستمر من قبل مجلس الشورى بتعديل بعض أحكام القوانين بهدف مواكبة المتغيرات المستمرة وتماشيا مع نمط الحياة المتجدد بشكل تصاعدي إيجابي في مملكة البحرين شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين